اشتركوا في القناة من تشرب كثير تطبيقات الجوال وما الى ذلك فبعرض عليكم نموذج هو اللي بيكون محور نقاشنا ونبغى مرة ثانية يكون الكلام نقاش هذا النموذج هو اللي بنتناقش فيه من فكرة الابتكار حد مر عليه النموذج هذا وين شفت فيه توحق اي كامفس لا يختلف غير هذا هذاك نموذج العمل التجاري هذا قبل قبل ما تروح للكامفس استبدأ بهذا واضح طيب طرعا هذي الشريحة لا عندي شرائح غير هذي بنبدأ فيها واحدة واحدة ونمشي عليها زين وعندي مطبوع اللي يبي يعطيه أو نوزع عليكم طيب مرة ثانية النموذج هذا يبدأ من لما الواحد يقول أنا عندي فكرة زين والله عندي فكرة دائما اللي نسمعها عندي فكرة تطبيق جوال عندي فكرة محل عندي فكرة كذا طيب اللي نموذج العمل التجاري طيب فهذه المرحلة قبل ما نروح للمرحلة هذيك زين طيب أول خطوة نبدأ فيها اللي هي في النص شايفينها اللي في النص اللي هي الفكرة اللي هي ايش فكرة والله أنا عندي فكرة كذا أول خطوة أنك توصفها أول خطوة أنك ايش توصف الفكرة هذي فمن عند الفكرة يقدر يوصفها لنا في 140 حرف في 140 حرف يعني كتغريد كتغريد لأنك إذا وصفتها مطلوب منك تحطها في تويتر وتغرد عنها كيف؟ ممتاز ممكن أنك تخونك الصياغة في البداية ليش أقول لك 140 حرف تبدأ تغرد عنها وكذا تبدأ الناس تسألك تبدأ الناس تتجاوب معك بحيث أنك تطورها شوي شوي بحيث أنك تصيغها بالطريقة اللي خلنقول تتخيلها لو تحققت إلى واقع كانت قاعد تتخيلها كانتها موجودة زين؟ فدائما الأفكار خلنقول الجديدة المبتكرة أن الشيء ما هو موجود أنا أتكلم ما هو موجود نهاياً أو مطور على شيء معين طيب فأول خطوة نسويها أنك تصيغها في 140 حرف نقدر نصيغها في 140 حرف عند أحد فكرة يصيغها لنا في 140 حرف فكرة مشروع تجاري منتج غير خدمة أقل سامحك أقل بس لا تعدى ال140 حرف ليش وش نقول لك إذا لقيت أن المهمة صعبة هذه ترى الجزء الباقي من العملية بيكون صعب جدا إذا ما قدرت توصفها بالطريقة الصحيحة بيكون الباقي صعب عليك لأنك إذا ما قدرت تتوصف فكرتك بشكل سليم يصيص صعب عليك توصلها شركائك صعب عليك توصلها للمستثمرين صعب عليك أنك توصلها اللي بيدعمونك وغيرهم كيف؟ لا لا بشكل سليم لما تجي تقول هالشخص معين يبدأ يتخيل ويفهموش اللي أنت قاعد تبغى تسويه نعم عندك شيء؟ تفضل ممكن تكون مواسرة ملابس قل عندي فكرة مغرورة عندي فكرة مواسرة ملابس نعم تكون عبارة عن تطبيق يعني غير المحل الواقع نعم تكون عبارة عن تطبيق متوصلين بالإضافة إلى ممكن في عروض معينة أو باقات معينة للغسيل تكون بشكل سهل وسلس ويستخدم الجميع كل الأشخاص سواء في البيت أو الإمار لا تعدت المئة الربعين حر لا هذا الوصف أنا أحساب الحق لقد عمدي وصف طيب تفضل عبدالله تكرة تطبيق يجمع جميع الجمعيات الخيرية بمثال الملخصة لجلق العمل يتوطن على المتبرع ووصولها بسهولة جيد في أحد عنده فكرة ثانية مركز تدريب يستخدم الاقتصاد التشاركي في نموذج العمل جيد في أحد عنده برد فكرة ثانية طيب اللي قاله أفكار غرده عنها اليوم لما نجي مثلا زي فكرة المغسلة اللي تفضلت فيها كمثال لو قلت أنا عندي فكرة اللي هو تطبيق جوال يربط مزودين اللي هي المغاسل ولا لا زي بالمستفيد طيب انت وش دورك بتأخذ للمغسلة نفسها عشان إدارة المغسلة فإدارة العمل للمغاسل الآن فهمت زي نعم يعني الفكرة هنا منتج منتج كبير ممكن أخذ وقسم وز طيب وش المنتج هذا أنا اليوم بجي مثلا أفترض يبدعمك ماديا زين لازم أفهم بالضغط وش المنتج هذا عشان كذا لازم تحتاج توصفها بشكل صحيح ب140 حرب الفكرة حقتك اي ما تتعدى ما تتعدى 140 عشان تغرد عنها في تويتر مو بعشان تنشرها لا هي البداية أنك توصف فكرتك في 140 حرب طبعا بتيجي فيها تفاصيل كثيرة طبعا زين بس هي الخطوة الأولى كيف تعبر عن فكرتك إذا قدرت تعبر عنها بشكل صحيح مو بالنشر أنا أقصد أنه الغرض منها أنك تعبر عن فكرتك وعن مشروعك بجملة مختصرة زين اللي هي دائما هي البداية اللي أبدأ فيها بعدين أبدأ أدخل في التفاصيل إذا الغرض ليش أني أستطيع أني أوصل فكرتي بسهولة للمتلقي سواء شخص أبغاه يدعمني ماديا شخص أبغاه يشاركني شخص أبغاه يشتري مني أو ما إلى ذلك الغرض منها توصيف الفكرة بسهولة بس وبعدين تبدأ تفصل الباقي فيها بإذن الله أنتو الآن تبتنفذ عملك التجاري صح أو لا عبارة عن فكرة معينة طيب هل بتحتاج أحد معك ولا بتسويه بروحك طيب علشان تحتاج أحد معك كارتيج ما معي للأذن عشان تبيت شارك تبيت تقنعني أدخل معك قل لي وش فكرتك إذا ما أقدر تقنعني فيها وتوصف آلي بتواجه صعوبة في تقنع آخرين وتقنع في داعمين وغيرهم إلى ذلك تحتاج تقنعني تقول أنا والله عندي فكرة مشروع طيب وش فكرة المشروع تبيني أدخل معك شريك مثلاً زين أبدعمك مادياً وكذاً أبقاك توصف آلي باختصار هذا الغرض منها بعدين تبدأ تدخل في التفاصيل معه اللي هي المرحلة الأولى للإقنع تمام طبعاً تقدر تضيف تفاصيل أكثر مثلاً تبي شريك تبي كذا تبي تقنع عميل يشتري منك أو رخصة أنت وش تبغى تسوي هي الغرض منها أنت وش فكرة مشروعك في البداية طيب هالفكرة هالخطوة اللي بعدها نبدأ ندخل في التفاصيل واحدة واحدة الخطوة اللي بعدها طيب هالفكرة هذه اللي في النص بتحل إيش للعميل وش المشكلة اللي عندي يعني مثلاً تفضلت أنت تقول أبغى أسوي تطبيق للمغاسل صح أو لا مشروع طيب وش المشكلة اللي عندهم بتعالجها ممتاز بس وش المشكلة اللي بتعالجها عند الناس عندهم مشكلة أنهم يودون ملابس ويرجعوه ملابس ويرجعوه أنا أغسلها ورجعها إياه طيب هل الناس عندهم مشكلة أنهم يروحون للمغاسل اليوم؟ يعني يكون ما في وقت مثلاً اليوم الناس عندهم مشكلة؟ موش فقط في التوصيل؟ موش فقط في التوصيل؟ موش فقط في البيت نفسك؟ ممتاز عشان كذا يبغى يروح للمغسلة طيب وش بيقدم له تطبيقك زيادة؟ عادي أركب السيارة وروح أوديها للمغسلة يعني يختلفون كيف؟ فأحتاج أحد يمكن يجيبها له هل الغالبية بالشكل هذا أو يختلفون؟ أنا القصد منها مهود أنا أبغى أنك تبحث هل فعلاً؟ هل الفكرة هذه بتعالج مشكلة؟ زي اللي تفضلت فيها تبغى تطبيق يربط الجمعيات؟ ليش تبغى تربط الجمعيات؟ مش المشكلة اللي عندهم اليوم عشان تربطهم؟ لأن الكثير يركز على في الغالبية يفضل تبرع الجمعيات في مناطق نائية ولكن لم يتوفر من المناطق المشهولة في الجمعيات المشهولة أو يضي مثلاً في دعمها في محافظات أو القرى مثلاً فيها جمعيات خلية هذا التطبيق سنهل له طيب كل البنوك اليوم لو تبغى تتبرع الجمعيات كل الجمعيات في كل المناطق موجودة اختر الجمعية وتبرع لهم ها؟ لا لا كمية كبيرة موجودة عندهم أنا الغرض مرة ثانية أبغى أشوف لما أضع فكرة أبغى أتأكد أنها تحل مشكلة معينة وفعلاً بيكون لها إقبال تمام؟ فكل الأسئلة هذه زي هي في النهاية أحياناً لما نطرح فكرة تعجب لها أنا شخصياً زي مو كل اللي بيعجبني أنه ممكن أنه هيش يكون واقع يمكن أنا واجهت المشكلة هذه أو شفتها لكن يمكن فيه لها بديل طيب شو الميزات اللي موجودة عندها وش تختلف عن الحلول المطروحة فوحدة منها وش يفرق الحل اللي بتحطه عن اللي اليوم موجود في البنوك موجودة البنوك يختارون أم؟ البنوك تختار الجمعيات اللي في حساباتها لديها عندها يعني بنت اليوم فقط يعود لك الجمعيات اللي حساباتها تغفر عندها لكن لو فيك جمعيات حساباتها في الأهلية أو في البريطانية ما تكون معروضة عندها من اللي يقوله؟ ما صحيح؟ لا صحيح؟ لا كل الجمعيات موجودة لدي كل البنوك يعني بالغالب بالغالب الجمعيات عندها بكل البنوك حساباتها لا لا برضو اليوم فيه الشسمة موقع مش اسمه؟ لا لا غير الأيبان لا لا فيه موقع يربط الجمعيات للتبرع حق وزارة العمل نعم مرة ثانية وش يفرق اللي انت قاعد تقوله عن الآخرين وش يفرق مركز التدريب عن الآخرين لازم هالأسيلة هذي احتاج اني اجاوب عليها زين الغرض منها اني اعيد مرة ثانية لما اجاوب عليها اني اطور الفكرة اكثر اطور صياغتي للفكرة بحيث انها تتطور بشكل اك تمام الاشكالية اللي دايما نواجهها في الافكار في العملية التجارية تجي عندي فكرة على طوله بروح انفذ زين وهذا ترى يمكن تجي معك وتمشي الامور احيانا بس الغالب انها ممكن انها تفشن بس بدان ما تتعف في التنفيذ وتصرف تأكد قبل ما تقدم على الخطوة هذه انك مستعد لها كل الاسئلة هذه مهمة جدا ان الواحد يجاوب عليها طيب جاوبت عليها هذه فكرتي وهذه الحل وش بتعالج وكذا طيب الميزات وما الى ذلك ابدأ اوصف هنا المشاكل اللي بتحلها الفكرة فضل هم اللي بتحلها بالفكرة هيا دخل التاركت فكرة وش التاركت هيا وتحلها ايه ها هذه البداعية الوصف الفكرة هيا تحلها والذي ما تقصد وكذا لا تحلها هنا لماذا انا لا بدايت من الحل ايه ايه انا بدايت مثلا للموقع هذا برضو تضيفه في وصف فكرتك برضو نعم نعم هذه تخل نقول تعطيك رؤيتك وين بتروح زين هذه ممكن توصفها هنا طيب وصفت فكرة وحددت الأشياء هذه كلها تبدأ توصف فعلا هنا تبدأ تدخل في تفصيل أكثر المشاكل اللي بتعالجها لما تيجي تقول والله أنا أبدا تحرك على مواقع وكذا وش المشاكل اللي بتعالجها لهم وش اللي بيستفيدونه من خدمتك وش بيستفيدونه من منتجك وش بيستفيدون من مركز التدريب وش بيستفيدونه من الشيء هذا زين هل في شي بتعالجه لهم ولا لا وهذا جدا مهم نحن نوصفها طيب هذه الخطوة الثانية فيه سؤال أو استفسار طيب فضل الآن هذا نموذج مفرغ مفرغ عن أي صاحب تكرا أنه يعدي نعم طبعا يحاول من البيانات ما تكون أكثر من الأمورات ما تتجاوز طرابات النموذج طبعا بس ممكن تأخذ ورقة كبيرة مرة زين تطبعها على A2 لا A0 الكبار بتصير عندك مساحات أكبر طيب القصد منها هي في النهاية هي مراحل تمشي عليها طيب خلي أعطيكم النموذج طبعا ورقتين خذ وحدهم مفرغة والثانية جاهزة مررها عبدالله طيب وصفت وش المشكلة هاللي بتعالجها للناس أو المشاكل اللي بتساعد بتعالجها شو الخطوة اللي بعدها وش المنفعة التجارية زين هالفكرة هذه شو المنفعة التجارية من وراها ممكن تكون تعرف العميل المستهدف اللي أنت بتستهدفه من بتخدم أي فئة من العملة بتخدمهم زين وش الأرباح اللي متوقعة أو وش الأشياء اللي بتوفرها عليهم تمام فهنا نوصف المنفعة التجارية لأنها مهمة جدا وفي توصيف المنفعة التجارية الآن يدخل فيها ايش ها فلوس طيب الآن في النهاية أي مشروع ما يحقق عائد مادي ما لف فائدة ولا لا السلام ورحمة الله فضل أي شيء ما يحقق عائد مادي ما لف فائدة ما حد امتعب نفسه بلاش فهنا تجي الخطوة الثاثة أنحنا نبدأ أنا أستهدف مين طيب أنت قلت مثلا خل ناخذ مرة مثلا يمكن واضحة بالنسبة لك اللي هي الجمعيات الخيرية طيب لما نيجي نقول مثلا المغاسة زين طيب في أي فئة من المجتمع أستهدفها هل كل البيوت أستهدفها زين من اللي بيروح يغسي ثوبه ثلاثة ريال ويحط فوقه مثلا عشر ريال ولخمسة عشر ريال قيمة التوصيل رايح جاه صح ولا لا يمكن ف هل كل الناس بتقبل عليه ولا لا أنت زي ما تفضلت تقول أن تقدم خدمات ضيافة ولا لا طيب من الفئة اللي تستهدفها هل أي أحد تستهدفه ولا فئات معينة أن تستهدفها فلازم أعرف منهم فئاته عشان لو جاني واحد مرة الفئات هذه ما أضيع وقتي معا بعض حتى نعم ودينا تتكلم عنه أي أحد يتصل أي من زي المشاكل أي ما عندي أي أخبيض أي أطرح 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 من حل هذا مشكلة أتكلم 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 لكنها تصطدم بما بعد لأنظمة مثل تضيعي ذكرة هذه من قوائدة ممكن هذه من المخاطر المحتملة لأنها تكون موجودة أقول أن عمر لفترة ممكن فهذه واردة عشان كذا الواحد دائما ينتبه عنده زي الرادار ما الذي يواجه؟ عنده استجعار نعم نعم صحيح لذلك بعد المرحلة هذه نموذج العمل التجاري الذي يساعدك في ترتيب المنافسين وغيرها وما إلى ذلك كيف؟ نعم طيب والله نقتنعت بفكرتي وحددت وش المشاكل اللي بتعالجها منهم المستهدفين وش المنفعة التجارية منها وما إلى ذلك طيب أنا مبعد بديت بتأكد هالفكرة هذه برضو يمكن أحيانا والله الكلام زين بس لما نجي الواقع طيب فأول خطوة أبغى أبدأ أسويها أني أحدد الأشياء اللي لازم أعملها علشان تكون هالفكرة هيش؟ واقعية شو الأشياء اللي لازم أسويها؟ شو الأنشطة؟ يمكن والله يا أبي أتسلف أبي أبدأ عمالي أبي شريك معي ولا أبي لازم أستأجر محل ولا أبي أعمل شي معين ها؟ إعلان ولا أبي مثلا أجرب وصفات معينة زين؟ أبغى أجرب برنامج التطبيق أجهزه زين؟ فلازم أحدد وش الخطوات اللي لازم أبدأ أجهز نفسي لها علشان أصل للنتيجة اللي بوصلها ليش إحنا نسوي الأشياء هذي كلها؟ ممكن واحد يبدأ ويروح على طول ممكن تنجح معه وممكن الغالب يفشل والله يتعب والله يقول والله يصار عندي مشكلة وأنا أشوف كثيرين يبدأ ثم يقول والله كذا كذا ويقفل ها؟ أكثر عنه وش كانت أكثر أيوة نعم فلازم أحدد وش الخطوات وش الأشياء اللي لازم أعملها زين؟ علشان أقدر أحقق فكرتي وأنها تصير واقعة فأبدأ أسجلها أحتاج دعم مادي أحتاج الدعم المادي يوافرس يولا أحتاج أجهز الوصفات حقتي أحتاج أني أجهز تطبيق البرنامج أحد يبرمجه لي أحتاج أني أوقع عقود مثلا مع جمعيات أو غيرها أو ما إذا ذلك أحتاج أني أجهز مركز التدريب فأحتاج أني يرتب الخطوات اللي يحتاجها عشان أصل من فكرتي تكون واقع لأن كل الخطوات هذه لها تكلفة تمام طيب الخطوة اللي بعدها الموارد مش الموارد اللي يحتاجها زين؟ وش الموارد اللي يحتاجها؟ ممكن تكون موارد بشرية ممكن والله أنا أحتاج يكون معي شريك زين؟ أو مثلا من بتحتاج معك مثلا؟ عمالة وشيارات زين؟ وغيرهم تحتاج واحد يسوي لك التطبيق ولا لا؟ زين؟ ممكن تخلي أحد يسوي لك البرنامج التطبيق أو أنك تتشارك مع واحد عنده القدرة أنه يطور التطبيق وما إلى ذلك كيف؟ الشحن والشحن نعم فأنت تحتاج من تحدد أيش الموارد اللي تحتاجها علشان تطور فكرتك طيب أسجلها واحدة ورث ثانية زين؟ وإذا ما كفت المساحة هذه وش أسوي؟ ها عبد الله أطبعها على ورقة كبيرة زين؟ نعم طيب طيب بعدين في مرحلة يعني نسميها الاحتضان أو التنشئة الاجتماعية للفكرة هل المجتمع جاهز للفكرة هذه ولا لا؟ زين؟ قبل ما أبدأ أحتاج أني أتكلم مع الفئات المستهدفة اللي أنا أخدمهم تمام؟ أو اللي بيستفيدون من الفكرة هذه شو الغرض من هذه فترة بسيطة كنوع من احتضان للفكرة؟ زين؟ أحتاج أني أخذ معلومات قبل ما أبدأ إيش؟ أصرف وأتعب وما إلى ذلك زين؟ عشان كذا أقول لك ليش تحطها في تويتر؟ أبغى أنشرها زين؟ الغرض منها أني أبغى ردود أفعال الناس عن الفكرة هذه يمكن ردود أفعالهم ما تكون جيدة ما لها قبول الفكرة هذه زين؟ ما لها قبول الفكرة؟ يعتمد يفرق من شي لشي لا أصب فقط طبعاً أول ما تهدي الفكرة طبعاً عندنا سليفاتة ما تدرسها وكذلك الحد ما تتوكّد على ما تجلب فسوّت عشر روبيت بخلصة وجد بعض المشاهر كان أخوة طبعاً نعم جاءوا وصوّن العسو وصوّن خليجوا بس مدى شهود يدرع على من ديك الليلة بدأت في الحدرات ما شاء الله ما رقم التلفون بدأوا يتصلوا بالمشاهر إلا جلب مدى فيه قبول خليناً والحمد لله اللي سنتين ما شاء الله وجواباً على سؤالك هل الشريك ضروري ولا لا؟ إذا كانت الفكرة فيها شغل وفيها تعقيد ومثلاً يحتاج واحد يحتاج برنامج يعمله وحتاج كذا كذا يستحسن أنه يكون معك شريك بس لازم تضبط الأمور معه ولا ممكن تدخلون في مهاوش إذا ما رتبت الأمور فأفضل طريقة فأفضل طريقة أنك تشتغل مع شريك يقول لك دائماً تهاوش معه قبل ما تبدأ فتجلس معه تقول إذا بدأنا وش اللي بنتهاوش عليه فلوس إدارة مدري ويش خلصوا هواش كم قبل ما تبدأ زين؟ وخلافات كم قبل ما تبدأ كل واحد يطلع اللي في رأسه توقعات أو شكذا وتسجل وتصير في العقد علشان لا سمح الله صارت تعال حنا متفقين على كذا 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 فدائماً الشريك ابد معه خلص مشاكلك معه قبل ما تبدأ فتنشئت الفكرة اجتماعياً وتجريبها هل الناس لها قبول جيد زين؟ ممكن في النهاية تصل إلى مرحلة في المرحلة هذه أنك إيش؟ عندك دربين أو ثلاثة يا منها تقول تكفل الفكرة هذه غير مناسبة أبداً أو أنك إيش؟ تجيك معلومات أو أشياء معينة تروح تعدل عليها شوي وترجع مرة ثانية وتعيد صياغة فكرتك وترجع تأخذ اللفة مرة ثانية زين؟ فممكن أنك تصل إلى مرحلة تقول لا ما هي مناسبة أو أني أرجع أدل عليها أو أني إيش؟ أبدأ أكمل الخطوات اللي بعدها فالمرحلة هذه مرحلة هامة يام أني أكمل زي ما صار معك أو أني أعيد صياغتها بطريقة أخرى زين؟ يعني مثلاً ممكن يصير معك أنه والله فكرة ممتازة ومقبول الشغل المطلوب بس حنا نفضل إن حنا نجي عندك في محل ما نبغى بالطلبات مثلاً في ناس كذا فممكن أنك تعيد صياغات هتقول والله أبأسس محل أو مطعم أو كذا أو غيره أنت ممتازة درجة أوسع خلاص المسيق نعم هذا وعلا نفس الشي فكرة التطبيق والمغسلة وغيرها أحتاج أني أشوف هل أحتاج أطور عليها أو أني أكمل على نفس المستوى أو أني أقول والله مهي ماشي على الأقل مع الفئات اللي أنا استهدفها طيب خلنا نفترض أن الفكرة مقنعة زين وخلنا أخذ مثلاً اللي هو التطبيق والمغسلة وكذا أحتاج أني أجهز خلنا نقول نموذج أولي يمكن أنت اللي سويته نموذج أولي جربت الناس عليه وبدوا يتقبلونه نفس الشي لو كان عندي تطبيق أو كذا قبل ما أصرف عليه وكذا أكون عندي دراسة جدوى أجهز النماذج الأولية اللي هو برنامج أو قلت برنامج أو من ناحية التدريب اللي هو البرامج التدريبية مثلاً أجهز على الأقل نموذج واحد منها أو جزء معين يعني مثلاً في التدريب أجهز جزء وبعدين أروح أقيم دورات بدل ما هي الدورات التفصيلية أعملها مثلاً يوم واحد زين؟ أشوف ردة فعل الناس حتى بمقابل مادي أشوف قبولهم لهالنوع من البرامج التدريبية قبل ما أبدأ أدخل في التفصيل حقها زين؟ وأجهز وأستسلي مركز وكذا ممكن أن يشروا حقيمها مثلاً في بعض الفنادق أو قاعات وكذا يوم واحد وأشوف ردة فعل الناس عليها قبل ما أبدأ أبني برنامج ولكذا ممكن أبدأ في نماذج أولية لعملية التصميم أحض دعوات معينة أجربها مثلاً زي ما تفضلت مع أخوك مرة ثانية أعزمنا الله جزاك فأبدأ أشوف أعمل بس فقط دراسة الجذب ولو أخذنا مثال التدريب مثلاً طيب أحتاج عشان قبل ما أبدأ أجهز المادة التدريبية وكذا والله أبشتغل عليها مدة شهر يبي لي أجهزها يبي لي أسوقها فترة يبي لي أقيم على الأقل مرة أو مرتين البرنامج هذه أحجز لقاعه وأبدأ أقدمها فيها طيب هذا كم بيكلفني مادياً وأبدأ أحدد التكاليف اللي أحتاجها زي ما أنت سويت كم بتكلفك هل هي وحدة كافية ولا أكثر من وحدة مثلاً بحيث أني أجهزها الدراسة الجدوى الأولية ما أتكلم عن دراسة الجدوى المشروع بس دراسة الجدوى بس النموذج الأولي حقاً جهز نفسي وعندي قناعة وعندي القدرة المالية مش الخطوة اللي بعدها أعمل النموذج الأولي طيب وحتى في المرحلة هذه برضو ممكن من الدراسة هذه أرجع مرة ثانية وأعدل على فكرتي إذا لزم الأمر أو أني إيش أروح أكمل وأعد النموذج الأولي أعد المادة التدريبية حقاً يوم واحد ما يحتاج أعدها الفترة طويلة وكل البرامج أحد أني أسوي الوليمة هذه مثلاً أحب أني أسوي برنامج بسيط ما هو كل فيه التفاصيل والأشياء هذه كلها بالشيء اللي مقدور عليه تكاليفه واللي أقدر أختبره مع الناس يجون يتذوقونها يجون يشوفون البرنامج التدريبي هذا اللي مدته يوم واحد أبدأ أطبقه ممكن يكون الشغلة هذه أضع لها مقابل مادي وممكن أني ما أضع لها مقابل مادي على حسب الحالة اللي عندك تحتاج أنك تقرر على هساس تقدر تختبرها بعدين أبدأ أن أنفذها النموذج الأولي هذا وأختبره النماذج الأولية وش الهدف منها أنك تبدأ تطلع من التفكير في مخك إلى يدك اللي هو التطبيق الفعلي لها زين؟ فيصير إيش؟ هو يقول لك التفكير باليد يسمونها زين؟ أنك تعمل الشيء بنفسه فأنت لما تيجي تبدأ تنفذ بيدك أو تتجرب النماذج الأولية لك بيدك تكتشف أشياء جديدة برضو زين؟ فممكن بعد ما تبدأ تسوي النموذج الأولي وتبدأ تختبره وكذا أو تبغى تنفذه والجهزة تبنيه بالنسبة لك لما تبنيه تبدأ إيش؟ تفكر فيها أكثر وتبدأ أنك تعدل على فكرتك أكثر وأكثر حتى أحيانا من المرحلة هذه ممكن أرجع أعدل فكرتي مرة ثانية أو ثالثة حيث أني أصل للشيء اللي أبغاه يمكن واحد يقول وشو له اللفة هذه خلاص عندي فكرة خلاص ورح أفتح وأبدأ على طول ممكن ما في مانع زين؟ إذا عندك القدرة المادية وعندك وما عندك مشكلة ولولا سمح الله خسرت وكذا تقدر تعوضها ما يمنع لكن برضو تحتاج أنك إذا أنت ثوك ما عندك رأس مال ولا شيء تحتاج أنك تبدأ بشياء بسيطة تجربها على قدرتك اللي موجودة عندك قبل ما تبدأ وتنطلق فيها إنجاحة الفكرة تبدأ عاد ممكن أنك تبحث لك عن ممول ممكن أحيانا في المرحلة هذه تبحث لك عن شريك إذا لازم الأمر بس تكون مستعد عارف أنت وش اللي تبغاه وعارف كيف تبي تعمله بإذن الله طيب هل هناك سؤال قبل ما نبدأ الاختبار؟ ها؟ هنا أبقى لا، هناك اختبار، لا تروح لا، لا، لست أخري شيئا والله الع試ت كالنموذج هذا يوجد الأموذج من يختبرون فكرة المشروع سواء بغرض تأمين أو بغرض دعا النموذج هذا زي ما تفضلت صاحب الفكرة يخليك تكون ناضج بشكل كبير قبل ما تروح للآخرين لأن الآخرين هذولي عندهم أسئلة كثيرة هل الأشياء هذي بيسألونك عنها من تستهدف من العملاء وش العوائد المادية اللي ممكن تتحقق منها ويبدأ يسألك عن منتجك وعن تفاصيله إذا ما عملت الأشياء هذي كلها ما تستطيع تجاوبها وفي النهاية ما تستطيع أنك ممكن تحصل على التمويل وغيره هذولي يبغون يتأكدون هل عندك شيء ولا بس طقت في راسك وقلت يالله بفلوس يدعموني مادية فبيسألون كل الأسئلة هذي جاية بتجي منهم لكن لو ما انت محتاجهم تبدأ بنفسك وتجرب وكذا على راحتك لكن ما اليوم الواقع يقول لازم احتاج أحد معي صح ممكن في النهاية فكرة هي وتبت تكرعها بس فيها تفصيل فني أكثر أي نعم نعم بس بصير فيها أمور فنية أكثر بس هنا حاولنا لأعمال التجارية هكثر من أي شيء داني طيب سؤال ثاني قبل اختبار أسألوا ولا باختبركم عن المفضل التعبئة المموذج حسب المسار حسب المسار نعم يعني ما يتجاوز المسار يكون هذا كذا يكون ماشي نعم لأن بعض حيانا ترجعك الخطوة قبل فلازم تمشي على المسار لأخوات فيه سؤال نبدأ الاختبار طيب طلعوا لوراق شيك طبحي اختبرك حياك طيب معكم نفس هذه لازم تختبر الجميع معهم ها جميع طيب نعيد مرة ثانية شفتوا الورقة الفاضية بعطيكم خمس دقائق لازم كل واحد يكتب لي فكرة في النص فكرة مشروع طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ لا لا أكتب أكتب عد كتابتها مرة ثانية فكرة مشروعي هنا في النص هنا لا 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 أبغى وصف عام أبغاك لما تقولها لنا زين توصل وش المبتغى يعني بشكل على بدون تفصيل ها اكتبها فكر اكتبها صغار زي ما قلنا حاولت صيغها في 140 حر اي تويته طيب ما حد طالع اليوم إلا معه مشروع تجاري يلا جتكم قلامة هدايا بعد يلا اي فكرة لو بسيطة زين تبغى تفتح بقالة تبغى تفتح مطعم تبغى تسوي متجر إلكتروني تبغى تبيع شيء معين تبغى تصنع شيء معين ما يمنع لا 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 هذه لكم لا لكم لو كم قاعدين تسألون كم اختبرتكم يلا شباب جايين المعرض ملتقى بيبان عشان تسأسسون عملكم التجاري لازم يكون عندكم أفكار بسام لا أسس عملك التجاري برضو ما تعنيتوا لازم تبدون عملكم التجاري ليش لا خلصتوا لا 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 بس الفكرة بس الفكرة ما يحتاج تكملون الباقي بس الفكرة خلصتوا غير المجموعة اللي كانوا يعطونا أفكار لأخوات مش بيها أفكار جديدة توظيف توظيف جهات تدخل الوظائف وناس تتقدم على الوظائف نعم نعم جيد جيد كيف يكون أسفل عملكم وعندما أنك شركات أول شيء صغيرة فهنا نعم شركات الكبيرة طيب وش في غيرها من الأفكار ما تخلصين أجل أجل لك فيها تفضلك مدرسة يعمل يعمل مشكلة ومشكلة في هذا المزمان ومشكلة مرن ومسطة ويقدر يعمل مدرسة 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 هي سهولة المزمان ومدرسة ومدرسة تحتاج من المزمان ومدرسة ومدرسة لانتجم والطالب لتفعل إليك في تنجم مدرسة مدرسة ومدرسة معتزة مدرسة ممتاز من الأخوان من اللي عنده فكرة جديدة لا معطيك يا هنز والله لك كبيرة أكيد عطنا واحدة بس اللي سجلتها والاستغلال المساحات ممتاز للدعاء والإعلان لكي يكون هناك حل للتعم للتفويل للمشروع جيد لأنه أنا شعر في كهير من العنشق في طلاف المشريع في طلاف المشريع يكون في مساحة مساحة بس غير مستغلة للإعلانات لضعف فهم العائد على الجانب هذا والساحات والخدرات لضعف التوعية بجانب دعاء والإعلان صار فيه تفريق بمجال ربما يعطي جزء ولو بسيط ممتاز جيد هل هناك أحد ثاني يحب يشاركنا فكرته ما هي مشكلة ما فيها كل فكرة ممتازة نمارة عندها فميش تأجيل الشريهات والصلاحات والمناعب كيف تربط لأصحاب الشريهات ما هي ممتازة ما هي ممتازة جيد هل تعطينا فكرة؟ ممتازة 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 تعليم التقنية وممتازة دورات على وممتازة جيد أخوات أخوات خلصتو؟ طيب الأخت سألت هل الفكرة هذه جيدة أم لا؟ كيف نعرف أن الفكرة جيدة أم لا؟ نفع الماضي نفع الماضي وحاجة المجتمع نعم واحدة من الخطوات ممكن أنك تبدأ تنشرها حطيها في تويتر أو في انستغرام وكذا شوف ردود فعل الناس عليها سواء القريبين أبدأ تكلم عنها زين؟ من الأشياء المهمة أني أبدأ تكلم عن الفكرة لا تقول الفكرة والله أخاف أحد يأخذها ولا يسرقها لا موظف صحيح أبدأ تكلم عنها شارك الناس فيها أبدأ تجيني معلومات أقد أكون مطنعة ولا لا؟ حلقة وصل بين الموظف بس الصوت أقول الفكرة الأخ من حلقة وصل بين الموظف والشركة بحيث أنا كصاحب شركة أبحث عن موظفين شعوديين تكون عندك جمع المعلومات فهي تأخذ من الشركة المقاقد بفكرة ناجحة غير مطبطة في السعودية حتى الآن جيد فالناحظ اليوم جيد الناحظ أنه لما بديتي أتطور أضاف عليها شيء وهذا المهم أني أبدأ أتناقش وأطرح الفكرة هذه سواء في السوشال ميديا أو غيرها أو كذا مع الناس أبدأ تتطور مع الفكرة بشكل جيد وتكون مقنعة يبدأ يجيني الدعم أو التشجيع وكذا أني أبدأ أني أكون مستعد لها طيب بالشكل هذا نختتم هل في سؤال أو استفسار خضر عبدالله هل في مرجع من الكتاب أو الميديو وهذا الموجود ممكن أن تفضل للأسف ما فيه للجزية هذه مهمة شورة للأسف زي فأنا حاولت أني ألخصها هنا بحيث أنه الواحد يقدر يوصل يعني المعلومات كافية وإذا في شيء الإيميل موجود والجوال موجود ممكن تتواصل معي طيب فيه هاي سؤالة واستفسار آخر تفضل أي ما فيه معنى أي موجود الرقم تفضل السؤال السؤال لو فيه مشروع ممكن مطاعم نسائي نعم طبعا منتشر كثير لكن وعملت بطريقة إبداعية من حيث الدكور من حيث التقديم الأشياء اللي فيه هل متوقع أنه ممكن تنجح نجاح حتى وأن تكررت يعني المطاعم نفسها لكن طريقة التقديم المطاعم ما أدري ممكن يعني مثلا فيه مطاعم زين أعتقد واحد في الشرقية عشان تدخل المطعم وتأكل فيه دور المفتاح حق الباب طيب المسامعين عنه في واحد ثاني مدري مدري عندنا علشان طاولة موجودة وكذا لكن عشان جيك الأكل ينزل لك من فوق المطابخ فوق ما أدري ورلا ويجهزون لك وبعدين زي المصاد ينزل يعني فيها حركات الناس تحب أنها تجد تشوفها طبعا بالحركات هذه والأكل ما هو جيد ممكن يجون مرة بس ما هم جيين أبدا طبعا زين أو السعر غير مناسب أي شيء حقيقة الناس محتاجة له ويكون زي ما تفضلتي فيه نوع من الابتكار والإبداع وكذا أعتقد أنه إن شاء الله أنه بيكون ناجح زين هو بس أني أحتاج أني أتأكد أن الفكرة هذه فعلا لها قبول والناس بتتقبلها وما إلى ذلك زي هذه مثلا دور المفتاح لها قبول ما شاء الله بس لو لو أحد يجي في باله يقول فقد والله يفاضي قد أدور المفتاح عشان أدخل قد لنص ساعة للملقى المفتاح الشرقية الشرقية هي أعداد هائلة أي لا ما هو مرة فهذه نتأكد أن كل النقاط مكتملة بإذن الله طيب يلا انتهينا وبالتوفيق لكم شكرا على وقتكم ترجمة نانسي قنقر